من الأخبار اللي حصلت انبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى ويتم نشرها على موقع الوزارة مترجمة إلى 18 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة نهاردة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة هتقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة 8 ساعات من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 4 بكرة الصبح بسبب أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين نهاردة كمان في مواجهة هامة جدا لفريق النادي الأهلي مع الهلال السوداني هتكون الساعة 3 العصر على استاد الجوهر الزرقاء في السودان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي